هذا وتشهد مراكز التطعيم إقبالا متواصلا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلاثاء أكثر من مليون ومئتين وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئتين وأحد عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وأربعة وستين ألف شخص